سوى أصدقائي استمعوا إلى هذه القصة جاء لي متابع وقال لي صديقي لماذا عندما أريد أن أقوم بتثبيت لعبة أو تطبيق على جوجل بلاي يقول لي أن المساحة غير كافية بعد ذلك ماذا يفعل؟ يقوم بالذهاب ويقوم بمسح مثلا لعبة أو تطبيق يعني التطبيق لا يريد هو مسحه يريد أن يمسحه فقط من أجل أن يفرغ المساحة الكافية ليقوم بتثبيت التطبيق من على جوجل بلاي وعندما يتوجه إلى جوجل بلاي يريد أن يقوم بتثبيت التطبيق الذي هو يريده يقول له المساحة غير كافية لكن عندما يريد إعادة تثبيت التطبيق الذي قام بمسحه قبل قليل يقول له جوجل بلاي المساحة غير كافية ما هو المشكل؟ يعني لماذا أنا دائما لدي مساحة غير كافية؟ ماذا يا جوجل؟ سوى أصدقائي في هذا الفيديو سوف أرىك كيف تتخلص من مشكلة المساحة الغير الكافية سوف أريك أهم الطرق التي يجب عليك اتباعها من أجل أن تتخلص من هذه المشكلة ومن أجل دائما أن يبقى هاتفك نقي سوي أصدقائي بدون أن أطيل عليكم دعونا نمر مباشرة إلى أن أريكم يعني طريقة حل هذه المشكلة عن طريق الإعدادات الموجودة بالهاتف وبعد ذلك سوف أعرفكم على تطبيقين هذين التطبيقين سوف يساعدكم كثيرا في التخلص من بعض الملفات الزائدة بهاتفكم سوي أصدقائي أول خطوة سوف تقومون بها هي الذهاب إلى الإعدادات والذهاب إلى device maintenance بعد ذلك سوف تتوجهون إلى المساحة سوف تتوجهون إلى المكان الذي يوجد به مساحة على الهاتف أنا حاليا هاتفي باللغة الإنجليزية لا أعرف يعني أسماؤها باللغة العربية المهم قم بتحويل هاتفك إلى اللغة الإنجليزية لكي تتبع معي الخطوات الآن تقوم بالضغط على لاحظوا معي أصدقائي سوف يتم مسح 894 ميجا بايت أي أنك سوف توفر قرابة الآن جيجا بايت مجانا يعني فارغة هكذا يعني مخلفات أي أن الهاتف يقوم بمسح المخلفات الزائدة التي تتركها التطبيقات التي أنت تقوم بتثبيتها بعد ذلك يقوم بالضغط على هذا الخيار الثاني أي احصل على مساحة زائدة يعني الهاتف يوفر لك خيار الحصول على الملفات على المساحة الزائدة وذلك عن طريق أنه يوفر لك سهولة الوصول إلى الملفات الموجودة بهاتفك ومسحها بحيث يعطيك large files أي الملفات الكبيرة كل هذه الملفات هي ملفات مرتبة من الأكبر إلى الأصغر يعني تقوم بالداب إليها وتقوم بمسحها هنا لدينا الفيديوهات التي لم تستعملها أو الملفات أو الأشياء التي لم تقوم بفتحها لمدة طويلة جدا أزيد من سبعة أشهر وأنا لم أفتح ذاك الفيديو لذلك قم بمسحه هنا سوف تجد بعض الأشياء المكررة يعني duplicate files أشياء مكررة مرتين يعني نفس الملف مكرر مرتين قم بمسحه هنا سوف تجد عدد كبير من الملفات الزائدة necessary files أي أنها ملفات لن تعود عليك بالنفع ملفات زائدة في هاتفك تقوم بأخذ مساحة ولا تعطيك أي نفع ليس فيها أي منفع قم بمسحها حالا لأنها فقط يعني تقوم بجعل الهاتف أو تقلل من أداء هاتفك الآن قم بتثبيت هذا التطبيق هذا التطبيق سوف يساعدك أيضا على الدخول أو التعرف على التطبيقات الموجودة بهاتفك بحيث أنه يوفر عليك سهولة يعني مسح التطبيقات التي أنت لست بحاجة إليها قم بتصفح جميع التطبيقات الموجودة على جوالك وقم بمسح التطبيقات التي أنت لا تستعملها من أجل أن تقوم بتوفير مساحة أكثر في هاتفك أيضا إمكانية الدخول إلى الفايلز هنا سوف تجد كل المجلدات الموجودة بهاتفك وكل الملفات وقم بتصفحها وإذا وجدت مثلا ملفات زائدة أشياء أنت لا ترغب بها أو أشياء أنت لست بحاجة إليها قم بمسحها لا داعي لأن تتركها في هاتفك وتقوم بأخذ مساحة من هاتفك كما أن هذا التطبيق حجمه صغير جدا هذا ما يميزه تقييمه على جوجل بلاي تقييم جيد مع عدد تحميلات كبير جدا وأيضا حجمه صغير جدا ويوفر لك الخدمة التي أنت بحاجة إليها بحجم صغير جدا التطبيق الموالي هو تطبيق دوبليكيت كلينر هذا التطبيق يقوم بعمل مسح شامل لهاتفك ويظهر لك كل الصور التي مكررة أي الصور المكررة يعني صور مكررة عدة مرات تلاحظوا معي سوف يقوم الآن بالبحث في هاتفي وسوف يعثر لي على عدد كبير من الصور المكررة في هاتفي التي أنا لست أدري نهائيا أنها موجودة صراحة عندما جربت هذا التطبيق اندهشت كثيرا لماذا؟ لأنه عثر لي على بعض الصور التي أنا قمت بمسحها منذ زمن طويل جدا وليست موجودة حتى بالهاتف يعني الصور غير موجودة بالهاتف كيف استطاع العثور عليها؟ ذلك لأنك عندما تقوم بمسح الملفات أو تقوم بمسح الصور فهي يعني يتم حفظها في أماكن أو في مجلدات سرية أنت لا تعلم نهائيا بمكان وجودها يعني يتم حفظها في الداتا الآن سوف أقوم بمسحها وسوف أوفر 76 ميجا بايت سوف أوفر 76 ميجا بايت عندما سوف أقوم بمسح كل هذه الصور التي عطر لي عليها وهي صور أنا لست بحاجة إليها ولا أعلم حتى بوجودها أصدقائي أتمنى أن هذا الفيديو قد كان نافعا لكم أرجوكم إذا استفدتم قوموا بعمل لايك قوموا بكتابة تعليق محفز شاركوا هذا الفيديو في كل مكان ألقاكم في فيديو جديد بيسى